بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة النهاردة تحت فرعية شركة ايكوتي جلوبال ماركت لو في صوتة وصل لكم ممكن تدوسوا رقم واحد لو في مشكلة ممكن تدوسوا رقم اثنين تمام الصوت كده تمام تمام طيب نكمل في البداية اللي مش عارف ايه هي الانماط السعرية فببساطة هي اداة من ادوات السلوك السعر النماذج بتهتمد على مبدأ مهم جدا وهو ان التريخ بيعيد نفسه فالنماذج السعرية عبارة عن كلمة موقعين بيكونها السعر على شكل او هيئة ما بيكون ليها نفس التأثير المتوقع في كل مرة بتحصل فيها لان السعر الطبع بيعكس طبيعتنا البشرية ما بين تردد وخوف وقلق يعني هو بمعنى اصح ان ممكن نقول عليها ان هي اشكال بتتكون السعر بيكونها ولما بيكونها المتدولين بياخدوا نفس القرارات في كل مرة بتتكون فيها واحنا زي ما تعودنا طول المحاضرات اللي فاتت اننا بنهتم بيه ازاي نفهم سيكولوجية السعر نفسها نفسية المتدولين قبل ما بنتعلم نتداول على النموذج نفسه لان احنا لو فهمنا ازاي نقدر نستنتج او نفهم الشكل ده او عمتا حركة السعر بتعكس لنا نفسية المتدولين ايه ولا بتعكس لنا هي بتعكس ايه اصلا ده هيسهل علينا شرح كتير وده هيمنعنا ان احنا اصلا نتلخبط يعني ايه ممكن فيه ناس بتتلخبط ان هو بيشوف نموذج معين او ده احنا مفوض نشتري كزا ونبيع كزا فانت لو حافظ مش فاهم ايه نفسية المتدولين في الجزء ده فده هيأصر طبعا على نفسيتك على ازاي هتقدر تتخذ القرار الصح اه ممكن تتلخبط ممكن يحصل لخبطة بدلا ما تشتريت ودخلت بيها انت مش عارف هو السعر هنا بيقولك ايه بالزبط اه سيد معزي الحمد لله تمام يا رب ان شاء الله تكونوا كلكم بخير اه انواع بقى النماذج الفنية ان في عندنا نوعين من النماذج الفنية الاول وهو النماذج الانهاكاسية ودي شرحناها الناس اللي حضرت معي المحاجرة اللي فاتت دي شرحنا فيها النماذج الانهاكاسية بالتفصيل وقلنا بشكل برضو مبسط ان هي عبارة عن انماط بتشير الى ضعف الاتجاه الحالي ودي بتبقى اشارة مبكرة على بدء انهاكاس حركة السعر ان احنا ندخل في الاتجاه الجديد من الاول اه طبعا احنا المحاجرة اللي فاتت شرحناها وطبقنا عليها عملي على الشرط وفهمنا وا اظننا ان احنا يعني شربنا الموضوع اولا تاني نوع بقى وهو النماذج الاستمرارية وذي بتكون عبارة عن انماط بتدعم الاتجاه الحالي للسوق وبتدينا فرصة اننا نلحق ندخل مع الاتجاه اللي هو الحالي او الاتجاه العام وما ندخلش متأخر لان قبل ما ندخل يعني لازم نخلي قبلنا من حاجة مهمة جدا ان في كثير من الاوقات ممكن ندخل مع الاتجاه العام واحد مثلا يقولك انا دعاب لي ستوب على بغم ان انا داخل مع الاتجاه العام للسوق فانا ممكن نقلد عليه بشكل بسيط جدا ان اغلب الصفقات اللي بيقولك مع اللي بتخصى واللي بيقولك لان انا كنت تدخل مع الاتجاه العام اللي حصل هو دخل في وقت غلط الوقت من احد الاساليب اللي بتقصر على الحواكة اللي هو ايه بتقصر على صفقتنا سواء بالربح او بالخسر لازم بنختار الوقت المناسب للدخول في الصفقة فمش معنى ان انا شايفها قدامي اتجاه عام صعد او اتجاه هوبط ان انا ادخل ابيع او اشتري وخلاص طبعا انا ممكن ادخل بمجرد ان انا لو اتجاه صعد بمجرد ان انا ادخل اشتري اللي اتجاه ينعكس علي والصفقة تدوا بالسطوب بتاعي يبقى لازم لما يجي ادخل مع الاتجاه حتى العام ادخل في وقت صح طيب النماذج الاستمرارية دي بتساعدنا ان احنا منختار الوقت الصح اللي احنا ندخل فيه لان هي بتدعم ان الاتجاه ده مستمر الفترة اللي جاية فانت حان الوقت دلوقتي ان انت تدخل مع الاتجاه العام يعني ان هي بتدينا بكل بساطة اشارات دخول نقطة 2000 احط فين الهدف احط فين وقف الخسارة ازاي قدرت عمل يعني هل ادخل اولا ما يقصر اولا ما يقصر السعر النموذج هل استاني عايد اختبار كل الكلام ده النموذج الاستمرار بتساعدنا ان احنا مندخل ببساطة مع الاتجاه الحالي للسوق وده طبعا اللي احنا هنركز عليه المحاضرة النهار فيه حد عنده سؤال قبل ما نكمل طيب نكمل طيب اول نموذج عندنا هنا هو نموذج المثلث المتميثل الشكل اللي عندنا هنا ده عندنا ده نموذج المثلث المتميثل بس ده بييجي ده اتجاه هابط وبييجي النموذج وده اتجاه صعد وبعضه بييجي النموذج يعني النموذج ده مثلث المتميثل بييجي في الاتجاهين الصعد والهابط عندنا هنا عشبان زي ما قلنا ده الاتجاه الهابط وهنا ده الاتجاه الصعد على ناحية اليمين طيب لو جينا بقى من الناحية ايه نفسية يعني ايه نموذج المثلث ده ايه اللي بيحصل في الفترة دي ما بين المشترين والبيعين هنلاقينا هنا في الفترة دي الفترة التكون النموذج دي بعد اتجاه عام قوي بيحصل عملية صراع ما بين القوة البيعية والشرائية بيكون في توازن في السوق ما بين القوة البيعية والشرائية هنا في الاول بتبقى كبيرة السعر بيوصل للقاع الاول كيف يعمل القمة؟ بتبتدي الفجوة ما بين القمة والقعة تقل زي ما شعرفين القمم أقل والقرعين أقل يعني حركة السعر بتدي أكتر وأكتر وده دليل على ضعف المشترين وضعف البيعين في الفترة دي بتستمر الفترة دي بتكون قمة موقعين لحد أما السعر بيكسر النموذج سواء هنا بالهبوط فيه نموذج المثلث المتميسل في الاتجاه العام أو إنه هو بيحصل إنه هو السعر بيخترق النموذج وبيكون لي بيكمل الاتجاه العام للزوج يعني هو من ناحية اللي هي النفسية إنه هنا بيكون فيه صرامة بين القوة البيعية والشراعية لكن في النهاية القوة بتاعت البيعين والمشترين بتقل نسبياً بتضعف لحد أما بييجي البيعين لو هنا في الاتجاه الهو بيجي البيعين يسيطروا على السوق وبينجحوا في كسر النموذج هنا برضو بيفضل الضعف في ما بين المشترين والمبيعين لحد ما بييجي المشترين في الآخر بيحشدوا زخم اللي هو إيه إنه الارتفاع وبيتمكنوا من دفع الزوج لأعلى إنه هو يكون نموذج المثلث المتماثل طبعاً ده نموذج استماريه وطبعاً من أشهر النماذج الاستمارية هنا بيفضل الشراع في حالة الاتجاه الصعب ويفضل البيع في حالة الاتجاه الهوبر طيب الهدف بيكون إيه؟ الفرق ما بين القمة والقعة بنقيس الفرق ما بين القعة والقمة هنا ومسلاً لو 30 نقطة يبدأ الهدف 30 نقطة والسطوب بنحطه يعني بتحطه لو هنا عادة الاختبار ممكن لو السعر عادة اختبار النموذج ممكن نحطه فوق السعر هنا ممكن نحطه تحت القعة ده ممكن نحطه يعني الموضوع بيبقى التارجت كبير والسطوب صغير فارزي النماذج الاستماريه لإنه بشكل عام بده دعم الاتجاه الحالي فمتكونش السطوب كبير قوي طير تاني نماذج عندنا هي نماذج المسلس الصاعد ونماذج المسلس الهوبط ده المسلس الصاعد ماشي وعلى اليمين هنا مسلس الهوبط بيقولك ان المسلس الصاعد ده بقى هو في تكوينه بيشبه النموذج المسلس المتماثل لكن ايه الفرق ما بينه ما بين نموذج المسلس المتماثل ان هنا بيكون القمم في مستوى واحد هناك زي ما قلنا في النموذج المسلس المتماثل اشتركوا في القناة 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 فيه مستويات متساوية هنا القمة دي قمم واحدة عنده مستوى واحد ودي قرعين عنده مستوى واحد بتحصل في الفترة دي توازن ما بين القوة البائعية والشرائية زي ما احنا شايفين بيتكون قمم وقرعين عند نفس المستوى قوة المشترين والبائعين لسه محتفظين بقوتهم وده بيخلينا ان هو بيبقى فيه يعني حركة عرضية صريحة السعر بيتحرك ما بين قمم وقرعين لكن بمجرد ان السعر بيكسر نموذج المستطيل ده بدليل قوي على استكمال الزوج يعني هبوطه في حالة نموذج المستطيل في الاتجاه الهوبي او استكمال سعوده في حالة النموذج لو في اتجاه سعود وده دليل ان القوة المسيطرة بدأ بتحشد زخم قوتها من جديد وبنية بتدفع السعر لان هو يستكمل الاتجاه العام سواء الاتجاه الصعب او الاتجاه الهوبي طيب اول ما السعر بيكسر النموذج المستطيل بندخل بيع مع الاتجاه او شيرا مع الاتجاه العام لو السعر اتجاه هابط بنبيع لو السعر اتجاه صعيد بنشتري خلاص هي دي تبقى حركة عرضية نموذج المستطيل دي بيبقى يعني ببساطة حركة عرضية السعر بيتحرك ما بين كلمة مكان وطبعا احنا هنفهم هنشوف بيبقى شكله ازاي على بسم البياني دلوقتي طيب في عندنا هنا نموذج العلم وهنا نموذج العلم سموه الاسم ده بالاسم ده يعني العلم علشان بيشبه العلم فيه تكوين ولو خدنا بالنا ده شكل العلم بيكون عبارة عن تصحيحات مستطيلة يعني ان السعر بعد اما بيتحرك في اتجاه لفترة من الوقت مثلا انه عند اتجاه عام مشي كان صعيد هنا بعد فترة من الوقت ما فيش سعر بيتحرك في اتجاه واحد لا يمكن مستحيل تلاقي سعر بيتحرك في اتجاه واحد بدون اي تصحيحات لازم في الفترة حتى لو اتجاه قوي جدا وده اللي عندنا نموذج العلم بيقوله ان لو اتجاه قوي واحد ماشي بيحصل تصحيح التصحيح ده ممكن يبقى على هيئة التصحيح يعني مثلا اتجاه صعيد التصحيح عندنا هيبقى فيه الاتجاه الهابط وبيكون عبارة عن كما موقعين تصحيحات على هيئة مستطيل قبل ما بيتمكن القوة الشرائية انها بتستحوز على السوق من تاني وبتتجأ يعني بتخلي السعر يختار كل نموذج وبتكمل ارتفاعها القوي برضو يبقى نموذج العلم ده بييجي بعد حركة قوية هنلاقي مثلا نموذج العلم بييجي بعد 3-4 شمعات لو هنا في الاتجاه الصعاد هنلاقي بيجي بعد 3-4 شمعات قويين صعزين لاقي مثلا 3-4 شمعات كلها شمعة صعادة وكذلك العكس في نموذج العلم هنلاقي ان هي بييجي التصحيح العرضي المستطيلي ده بييجي بعد 3-4 شمعات هابطين جمزين أو على الأقل شمعة قوية بييجي بعدها وبعدها مجرد ان استعر بيكسر استعر بيتراجع يعني هنا في الاتجاه الهبط اول ما استعر هيكسر نموذج العلم هنلاقي ان الحركة اللي بعدها بتبقى قوية اغلب الوقت مش بتعيد اختبار للنموذج لا بتهبط بقوة جدا فلو انت ملحقتش تدخل بمجرد الكسف فبلاش تدخل لان انت هتكون دخلت متأخر هنا برضو في الاتجاه الصعد او لما استعر هيكسر هنلاقي ان الشموع اللي بعد النموذج شموع صعدة قوية وبرضو نادما ما هيكون في تصحيحات فانت لو ما لحقتش النموذج العلم او لما يتكسر او كنت حاطت امر شبع معلق خلاص يبقى بلاش تدخل احسن واستنى بفرصة تانية عشان ما تكونش دخلت متأخر طيب نموذج العلم المثلث ده يعتبر قريب جدا من نموذج العلم ده بيكون الفرق ما بينه وبين نموذج العلم ان هنلاقي ان هنا فيه مثلث النموذج العلم المثلث ده على شكل المثلث تمام لكن نموذج العلم بس بيبقى على هاي ازاي ما شفنا هنا مستطيل طيب نموذج العلم المثلث برضو هو الفرق ما بينه ما بين النموذج العلم ان هو يعني التشابه ما بينهم ان هو بييجي بعد حركة صعيدة قوية او في نموذج العلم المثلث في الاتجال هابط بعد حركة هابطة قوية هنلاقي 3-4 شمعات حركة حدة سريعة قبل النموذج قبل تكون النموذج وذي بتكون اشارة كويسة ان احنا السعر بمجرد ما يقصر نموذج المثلث لأ هيتراجع او هيرتفع بسرعة طبعا للاتجاه بتاعه ان لو اتجاه هابط السعر هيهبط بسرعة جدا لو اتجاه صعيد السعر هيرتفع بسرعة فدي بتبقى اشارة كويسة ان احنا ندخل مع الاتجاه العين وفي نفس الوقت السعر الصفقة بتاعتنا توصل للهدف في وقت سريع لان زي ما احنا عارفين من العوامل اللي بتأثر طبعا علينا ان الصفقة تقعد فترة طويلة يعني في السوق دي بتقصر على نفسيتك كمتداول وبتخليك ما تدخلش في صفقات تانية فبتضيع عليك فرص غير ان بتقصر على نفسيتك فكل ما تيجي تدخل طبعا مع يعني كل ما صفقتك توصل للهدف او حتى في اسوأ الحالات الوقف الخصارة بشكل سريع ده هيديك فرصة او هيفتح لك المجال ان ده ما يقصرش على نفسيتك فتتخذ ان هو اتحرك وقف خصارة تحرك هدف تتخذ قرارات غلط او مش طبع الاستراتيجيتك وفي نفس الوقت تديك فرصة ان انت تتدي تدور على صفقات تانية فنموذج العلم ونعمل المسلس ده بيبقى التورجد صغير بيبقى السعر بيوصل الهدف بسرعة فدي من النموذج المفضلة وعلى فكرة نموذج العلم من اكتر النماذج الاستمرارية اللي بنلاقيها قدامنا تمام طيب دي النماذج اللي احنا هنركز عليها النهاردة لو حد عايز يسأل في تكوينها قبل ما نطبق عملي اه اه طيب تمام كامل لو تكون النموذج ولم يكن قبله صعود او هبوط قوي لا هي مش شرط طبعا بس هتلاقي في اغلب الاوقات فعلا نموذج العلم هتلاقي الحرك اللي قبل وحرك سريعة و قوية يعني على قل شمعة على قل شمعة هتكون كبيرة ده على قل شمعة مثلا تلاقيها بالنسبة للتايم فريم اللي انت شغال عليه هتلاقي كبيرة بيبقى في صعود وبتيجي مع الاتجاه بشكل عام بس انه ما ينفعش تيجي تقولي لنموذج عالم او نموذج عالم مثلث في اتجاه عرضي او ونموذج حتى مثلث او مستطيل او اي نموذج النماذج سواء استمرارية او نعكاسية نازل بتبقى في اتجاه بس اتجاه بعد حركة يعني صعودة على اقل شماعتين ثلاثة هتلاقي في حركة حلوة مضبوطة زي ما نشوف دلواتس في الامثلة اللي موجودة تمام يا استاذ فات طيب نتنين بقى الجزء العملي بصي بصي حدودك استاذ فات احنا كنا داي جماعة اللي احنا بنتكلم في دلوقتي عندنا هنا على نموذج اليو ودولار في عندنا نموذج الوتد زي ما احنا شايفين قبل النموذج ما بيتكون شوف كم شامعة صعدة قوية واحد اثنين تلاتة اوه كان فيه اتجاه صعد من اول هنا لكن الشامعة قبل انتكون النموذج على طول فيه ثلاث شامعات صعدة ما دخلش فيهم شامعة حوضة واحدة مشي حركة قوية الحركة دي كانت كم نقطة يعتبر كانت 120 نقطة تقريبا وبعد كده ابتدى يتكون النموذج النموذج ده هنا عن ليه انه بعد حركة صعدة قوية ده برضو دي من ناحية نفسية اغلب يعني في اغلب الاوقات الحركة الصعدة او الهابطة القوية لازم بيأتي بعدها حركة تصحيحية ده لازم لو احنا شفنا حركة او اتجاه قوي لازم لازم من اتجاه ده يجي بعده على حركة تصحيحية ده لازم مشي فهنا عندي كان فيه حركة قوية لكن السعب بدأ يكون نموذج العلم لماذا نموذج العلم يكون الاول قمة بعد قمة بعد قمة بعد استعر قصر ويكمل اتجاه العين طيب انا مثلا بالوقت بنجيب الهدف ازاي بنقيس الحركة الصعدة الاخيرة يعني هنقيس مثلا من هنا ده اخر صعدة يعني ده اخر حركة صعدة قوية تمام هنقيس من هنا لحد هنا كده احنا بنكلم فيه زي ما قلنا مية وعشرين نقطة وممكن نحط ماشي مية وعشرين نقطة من هنا طيب في حد ممكن بقى يعمل لي ايه يقول لي طبعا ايه واريك بدلا ما حط مية وعشرين نقطة وحطهم هنا طبعا انا ممكن احط التارجيت عندي ونحط هنا او هنا بالزبط نخليه مثلا مية وعشر نقطة زي ما قلنا قبل كده خلي فرصة ان السعر يتنفس خليه يتحرق ما تحط او بالزبط ادري نفسك فرصة ان السعر ممكن ما يكمل مية وعشرين نقطة في اسوأ الحالات ممكن يعمل مية وعشر ممكن يعمل مية وخمس طيب حاجة كمان فما تخسرش الصفقة على الفاضي وهو السعر بعد ما يطلع مية وعشر نقطة يأكس عليك ويدو بستوب او يوصل حتى لنقطة الدخول طيب انت ليه تضيع فرصة مية وعشر نقطة لا انا شايف هنا فيه اعلى سعر تمام انا ممكن احط التارجيت عندي تحت المقاومة دي يعني زي ما انا احطوها هنا تمام وهي دي برضو فرصة ان ممكن لو السعر وصل للسعر ده ممكن يعمل مقاومة نفترض انه يعمل مقاومة فان خلينا في ونحط تحت القمة بشوية التارجيت الوقف الخسارة احنا لو اعتبرنا ان دي شمعة الدخول الصفقة بتاعتنا فوقف الخسارة هنحط تحت ادنى سعر تحت هنا هيبقى حوالي خمسة وربعين نقطة وقف الخسارة والتارجيت بتاعنا مية وعشرة نقطة هي دي بقى فايدة النماذج او الايجابيات بتاعت النماذج الاستمرارية ان التارجيت او الهدف بيكون اكبر بكثير من الصبق احنا الناس اللي سمعتني في المحاضرة اللي فايدت اللي بنتكلم فيها عن النماذج الناعكاسية هنلاقي ان اغلب النماذج الناعكاسية بيكون صفقة واحد لواحد يعني الهدف قد الستوب تمام لا ده انا هنا بقى الحلو فيه النماذج الاستمرارية ان الستوب بيكون صغير والتارجيت عندي بيكون كبير ماشي فدي بتخلي برضو كإضافة مخاطر دي احسن طبعا فيه ناس كتير بتحب بتتتبع نماذج الاستمرارية فيه او بتستخدم النماذج الاستمرارية في استراتيجيتها بتتطلاقا مع ادارة رأس المال اللي هي مثلا 2-1 او 3-1 او اي ان كان الاستراتيجية اللي انت بتستخدمها ده كان ببساطة نموذج العالم عملنا التارجيت وبردو وقف الخصوة يا جماعي ياريت ما نحط بالضبط هنا النقطة بالضبط خلي السعر يتحرك براحته ممكن نحطها تحتها باربع او خمس نقاط كده بتدي فرصة للسعر ان هو يتحرك عشان لو عمل ضل او اتحرك سدنا تحت الوقت الخصوة ما يضربه ده كان مثال على نموذج العالم في الاتجاه الصعاد وده كان على اليورو دولار طيب نتنيل هنا على نموذج الاسترالي كنادي نفس الكلام نموذج العالم زي ما شفنا ده نموذج العالم حركة صعادة مشي قوية جات بعد كده حركة تصحيحية بص كم شمعة صادر سيبك من الاتجاه اوه ده اتجاه عام صعد وكل حاجة بس شوف اخر حركة قبل ما السعر يكون النموذج بص كم شمعة هتلاقي مثلا عشر شمعات واحدة منهم بس هي اللي هبط يبقى كده لأ ده نموذج العالم ده وكده مظبوط النموذج العالم بيتحقق شغطه بالظبط لازم حركة صعدة حركة صابقة حدة ماشي كده شمعة وراء بعض صعدة تمام ابتدت بعد المشتريين دفعوا السعر لي اعلى مستوى لي انهو يعتبر برضو يعني مستوى ده ابتدى بقى البيعين يظهوا في السوق وان المشتريين قوتهم بتضعف نسبيا لازم بعد اي حركة حدة لازم هيحصل التصحيح التصحيح ده هو نموذج العالم السعر يتحرك في حركة تصحيحية هابطة ضعيفة زي ما احنا شايفين كل شمعة صعدة قدامها شمعة هابطة يعني ان البيعين حتى لما ما كانوش موجودين ما يدلوش حتى يعني يعملوا زخم ان هما يدفعوا سعر الاسفل لهم قوتهم لسه ضعيفة ده اللي خلت السعر او لما يقصر النموذج لاعلى يرتفع بالشكل ده طيب زي ما قلنا الهدف بنحطه فيه بنقيس اخر حركة صعيدة ده اعتبر ان دي اخر حركة صعيدة بنقيس من هنا الهنا يعني 220 نقطة وبعد كده بالاول لما السعر بيختار نفترك ان دي شمعة الدخول ماشي هنقيس 220 نقطة ده كتير 220 هنا هي تمام ممكن دي 220 نقطة بتاع ده ونحط الهدف كان مفروض نحط الهدف هنا ماشي بس احنا هنقلل شوية فالهدف بتاعنا ممكن نحطه هنا بخمس او عشر نقطة بحيث ان السعر نسيبه يتحرك براحته كمل السعر وصل للهدف لا ده كمان نكمل بعدها بس احنا مش هنكون يعني لو حصل قدامنا الشكل ده مش يعني احنا مش عافين ايلا هيحصل فان خلينا بوضو نحط ه مع target stop طيب الوقف الخسارة بنحطه تحت الوقف ترجمة نانسي قنقر فيه عندنا هنا بقى زي ما احنا شايفين هو الصوت واضح كده جماعة ولا الصوت واضح ولا فيه مشكلة فيه حد عنده مشكلة طيب تمام طيب طيب فيه حاجة طيب عادها تاني يا سيد محمد لو انت ما سمعتني اول مرة او فيه حاجة قطع يعني واحد من مرة 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 ما تكون النموذج أنا بصيت على الحركة اللي قابلية. في حركة صعيدة نحن أنه لو بصينا هنا نلاقي مثلا عشر شمعات مقابل شمعة واحدة بس عطياني. دي حركة صعيدة قوية. تمام؟ آآ ده دليل على أن النموذج فعلا زي ما احنا متعودين بييجي بعد حركة حدة. آآ بعمل حركة تصحيحية هابطة قلنا عليها الحركة دي نموذج العلم. بس احنا فهمنا لنموذج العلم ده ببساطة جدا عبارة عن حركة تصحيحية هابطة. آآ السعر وصل لحد آآ هنا وبعد كده يعني كان البيعين قوتهم مشابهة جدا للقوة الشرائية وذي خلت أن يبقى فيه يعني تصارى ما بينهم هم الاتنين على الرغم أن البيعين ما كانوش موجودين أصلا في السوق بس هما لما دخلوا ما يدروش يدفعوا السعر قوي لأسفل فده دليل على استمرار آآ القوة بتاعة المشترين. وبمجابة فعلا ما السعر اخترق النموذج ده نعتبر ان دي شمعة الدخول. السعر طلع لو احنا قسنا المسافة احنا بنقول بنجيب الهدف زي في النموذج العلم. بنشوف المسافة ما بين آخر حركة صاعدة حد. يعني نعتبر ان دي حركة الأخيرة الحد. لو احنا شفنا الهدف ماشي هنلاقي ان هو ميه. هي مفهول من هنا مثلا نعتبر مثلا المتين وعشين نقطة. آآآ ونحط الـ target عند الـ 220 نقطة هنلاقيه مثلاً عند المستوى ده. بس احنا ممكن طبعاً زي ما بنقول بنحاول نخلي في مساحة لستعب انه يتحرك براحته. فبدلاً ما يجي عند الـ 220 نقطة وينعكس عليه ولا 210 وينعكس عليه نخلينا في ونحطه تحتها بخمس او عشر نقطة. طيب الـ 7 نحطه فين ومفروض عند قد نقاط هنا بس احنا هنحطه تحتها بشوية علشان خاطر برضو زي ما قلنا نخلي استعب يتحرك خمس نقطة او عشر نقطة بقى في الحدود دي. تمام? طيب هنلاقيه ان الـ stop بتاعنا مية وعشرين اه احنا شوفنا الـ stop احنا دخلنا من هنا لحد هنا. ماشي? اه مية نقطة للـ stop لكن الـ target مية وعشرين نقطة. اه ميتين وعشرين نقطة. فيعتبر ده فعلاً ليه اتنين لواحد. الـ target اكبر بكتير من الـ stop loss. وده اللي بيخلي طبعاً زي ما قلنا قبل كده ان الناس في اه ان الناس الكتير الناس بتحبك ان هي تتداول على النماذج الاستثمارية اكتر كمان من الانعكاسية لانها اول حاجة انها بتدعم الاتجاه الحالي للسعر. والتاني حاجة ان بتبقى بتتوافق نوعاً ما مع ادارة بتقسم من اللي هي بتبقى دخول اتنين لواحد الهدف ضعف الوقف الخسارة او اللي هو الثلاث اضعاف وهكا. تمام? طيب نكمل. اه فيه عندنا الكنديين. ده بمثال بقى عندنا حية على زوج الكنديين. زي ما احنا شايفين? ده ده كان الاخر حاجة. هي كانت حركة هابطة. شايفين? الحركة الهابطة يا جماعة. حركة هابطة قوية. اخر حركة للسعر. كانت مثلاً انا اعتبر ان هو تلات شموع. اهي. دي كانت اخر شمعة صعيدة. انا اعتبر ان دي اخر حركة اهي بالمنظر ده. فلو اسنا هنلاقي ان هي مثلاً مية وخمسين نقطة. فا اه وبعد كده ابتدى السعر يتحرك في حركة صعيدة تصحيحية ضعيفة جداً دليل على استمرار ضعف القوى الشرائية. وده بيخلينا اه نقول ان اه لا هو لو السعر. هو طبعاً السعر لسه في جوة النموذج. عشان نشوف بالزبط. انا حبيت اوبيكم المثل ده. اه علشان خاطر نشوف بالزبط هو السعر لما بيكون ازاي في النموذج. فيه انا عندي عمل قعة واحد قعة اتنين. اه قمة واحد. قعة هو هيكمل بقى. هو مكمل دلوقتي. تمام? فهنشوف هو بالزبط السعر هيوصل لفين. اه بس هو لو طبعاً اه لوصل للحد العلوي للنموذج. وبعد كده نزل تاني قصر. فخلاص احنا عرفنا نقطة الدخول هيبقى نحط التارجت بتاعنا. احنا قلنا كام نقطة? مية واربعين نقطة. واللي سطوب هنحطه نفترض ان ده كان هيبقى اخر قعة وده اخر قعة زي هنشوف دلوقتي ونحطه فوق القعة. يبقى ده من مسالة اهو على نموذج الوطط الهبس زي ما احنا شايفين قدامنا. تمام? نكمل. بعد كده نتليل بقى على نوع تاني من انواع النماذج وهو نموذج الوطط الهبط. النموذج المثلس الهبط. تمام? اه لو احنا بصينا على الاسترولي كندي. هنلاقي ان هي كانت فيه تجاه هوبط عندي. بعد كده السعر ابتدى يعمل تصحيح. طيب ابتدى يعمل ايه? القيعين اتجاه واحد اه عنده مستوى واحد. يعني السعر القوة البيعية ما زالت محتفظة بيه قوتها. في الوقت اللي المشترين بتضعف قوتهم فيها. عمل الاول قعة وبعد كده وصي عمل قمة. ماشي اجي السعر ابتد للقعة التاني. فخلاص عندنا دلوقتي دعم. ماشي. عمل قمة. طلع عمل قمة بس اقل من القمة اللي قبلة. زي ما احنا شايفين. القمة دي على من القمة دي. وهكذا نزل عمل قعب. هكذا اوصل للكمة. بس الكمة كل فترة. البيعين ما زالوا محتفظين بقوتهم. وده اللي بيخلي فيه دعم في الوقت اللي المشترين بتضعف فيهم قوتهم. طيب زي ما احنا شايفين هنا كانت نقطة الكسر. بصوا كانت نقطة للكسر قوية. البيعين عملوا شامعة قوية هابطة. تمام? جي السعر بعد كده. راح اعمل ايه? طلع عمل تصحيحات. او لما عمل تصحيحات دي. شامعة صغيرة بسادة. عمل تصحيح. وصل عاد استرق عاد اختبار نموذج الوتد. النموذج المسلس الهابط المكسور. وبعد كده نزل ترقل. تمام? فده كان ببساطة. نموذج المسلس. طيب بنقيس المسافة. طبعا الهدف بنعمل ايه? بنقيس المسافة ما بين اول كمة واول قرى. طيب نقيسنا المسافة ما بين دي وما بين دي. هنلاقي مسلا واحد وتساعين نقطة. لو احنا اطبعنا ان احنا هندخل من الناحية دي. ماشي? فهنلاقي هنا وصل لي واحد وتساعين نقطة. طبعا. من هنا تمام? وصل لواحد وتساعين نقطة. طبعا زي ما احنا قلنا مش هنحط الهاتف عند الواحد وتساعين. ممكن نحطها مسلا عند خمسة وتمانين. لان السعر يوصل لواحد وتساعين شايفين يا جماعة? السعر يوصل لواحد وتساعين نقطة بالزبط. وهو عمل سبعة وتساعين نقطة بالزبط. طيب عشان احنا نكون في فممكن ببساطة نحطه مسلا خمسة وتمانين نحطه تمانين. طيب الهدف نحطه فين? نحطه اعلى الكمة دي. اعلى الكمة دي فعلا. ماشي عشان نسيب السعر يتحرك بها. طيب كده ده نوزك المثلث الهوبت. طيب. لو هذا عنده سؤال. ااااااااااااااااااااااااا على اي حاجة أريد أن أعيد أي شيء ممكن يقولي وأنا طبعاً هنحاول نفهم مع بعض الأسئلة تمام نكمل في عندنا بقى نموذج المثلث الصعد نموذج المثلث الصعد نموذج المثلث الصعد يختلف عن نموذج العلم قلنا أن نموذج العلم يجب أن يكون حبقة قبلها تمام لكن نموذج المثلث أو مثلث صعيد مثلث هابط مثلث متماسل ونموذج المستطيل ليس لازم حركة صعدة قوية قبلها بس تتبيك في الاتجاه العام أو العام الهابط أو الاتجاه العام الصعد يعني مثلاً هنا أنا عندي اتجاه عام صعد ما ليش ده وبقى هو قبل المثلث كانت حركة صعدة قوية ولا حركة ضعيفة لا أنا عندي الاتجاه العام الصعدة هون بدأ السعب يمشي فيه حركة تصحيحية عرضية يا جماعة سوط تماماً ولا فيه مشكلة ممكن أو سوط تماماً تدوسها كم واحد تمام تمام نكمل ماشي فالإدم المثلث بقى الصعد إنه هو مش لازم حركة قوية قبلها يعني مش لازم نشوف ده إيه ده ده جيه قبل حركة قوية ولا ضعيفة لا ده 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 نموذج العلم بس العلم والعلم المثلث بس هو اللي بنهتم بالحركة اللي قبل يعني كم شمعة اللي قبل النموذج بيبقوا عاملين ازاي لكن ده بشكل عام كان فيه عنز التجاه صعد بدأ يحصل حركة تصحيحية المشترين عم محتفظين بقوتهم بدليل إنه هم المكاومة مكاومة واحدة في الوقت اللي بيعين فيه بيعملوا قاع أقل من القاع اللي قبله وده دليل على ضعف القوة البيعية في الوقت اللي القوة الشرعية محتفظة بقوتها طيب عمل السعر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وجاي في السادس وطلع ماشي طيب دلوقتي بخلاص كلما السعر قصر النموذج او قصر عاملا يعني احنا لو بصينا بايدا عن النموذج يا جماعة لو بصينا نلاقي إن السعر قصر مكاومة زي ما احنا عارفين السعر قصر مكاومة يبقى خلاص هامدية ما عليش هنشتري لو السعر قصر اخترك مكاومة هنشتري ماشي؟ ويصبح المكاومة دعم مكسورة مكاومة مكسورة وتصبح دعم تمام؟ فخلاص هو مجرد لو احنا بصينا من الناحية اللي هي العادية بتاعت التداول بتاعتنا بنقيسل تارجيت ازاي؟ ما بين الكمة والكاي يعني هنا مثلا هنعتبرها مية اتنين وتلاتين نقطة هنحط مثلا التارجيت عندنا مية خمسة وعشرين نقطة ومية وتلاتين لا ده وصل لا بصوا مية اتنين واربعين اهي هنعتبر ان الهدف هنا او هنا كمان تمام؟ وصله وكمل بعد او كامل في اتجاهه فبدا لما ادخل متأخرا فده يداني فرصة ان انا ادخل معها لاتجاه العام هل هناك فريم للوقت معين لهذه النمازج ليكون نسبة النجاح اكبر؟ اه لا هو مش مش علاقة الفريم اليوم او فريم الاربع ساعات اني اللي يبقى احسن في النمازج هو نمازج بتبقى طبعا نجحة او السعب بيحترمها جدا سواء على فريم الدقيقة الخمس دقيقة من لحد الفريم الشهر ده النمازج يا جماعة ما لهاش علاقة بوقته معين او فريم معين اطار زمني معين يفضل فيه لا النمازج على اي فريم بس الفكرة في ايه؟ ان انت استراتيجيتك او سوب تداول بتاعتك انت هل متداول على الساعة بتتداول على الاربع ساعات بتتداول على اليوم ايا كان الفريم اللي انت بتفضل تتداول عليه هتلاقي النمازج وهتلاقي النمازج بتحترم حركة الساعة بس اللي ممكن تبقى بقى وده بيفي طبعا في مشكلة في الصوت في حد عنده مشكلة في الصوت طيب تمام بس اللي بيفي بقى انت فيه فيه الفرق بقى ايه؟ ان فيه نمازج فيه ازواج بتحترم النمازج وفيه ازواج ما بتحترمش النمازج طيب انت دلوقتي لسه بتبتدي تتعلم النمازج واحنا لسه هنتداول عليها طيب قبل ما نطبق على اللايف اكاونت بتاعنا هممكن نفتح ديمو نشي والنرائب اللي مثلا هنطلع اليور دولار نشوف مثلا اليور دولار احنا بس عايزين نتداول على الساعة هيبقى حياتنا كلها على الساعة والنصف ساعة طيب هنيجي بقى نعمل ايه؟ نشوف اه نرائب بقى نرجع بالشارط الورى على اه شهر ديسمبر اللي فات على شهر نوبمبر نشوف لما الساعة كان بيعمل نمازج هل اه الزوج ده بيحترم تكوين النمازج دي ولا لا بنسبة قد ايه؟ النمازج بتمشي مع الزوج ده ده اللي ممكن ايه؟ بتختلف لكن بشكل عام برضو بشكل عام ممكن يكون اه زوج عادي وما بيحترموش لكن هو يعني خلاص انها بتحب تتداول عليه لو طلعلك نموذج ماشي خلاص اوكي تمام ممكن تتداول بشكل عايزي جدا لكن لو احنا قلنا على انهي تايم فريم او انهي اطار زمني لا مالوش اطار زمني محدد زي ما احنا شايفين انا هنا ممكن جايب على الساعة هنا جايب على اربع ساعات هنا جايب على اليوم ممكن اجيب على نص ساعة وهكذا على حسب من تتداول انهي اطار زمني بتفضل تتداول عليه تمام؟ طيب نكمل يا بيت يعني اجابتي تكون وصلت لحضاركم نكمل بقى على زوج الاسترالي نيوزلندي واحنا كنا بنتنقل لنموذج جديد اللي هو نموذج المستطيل لو بصينا على نموذج المستطيل اللي كان فيه حركة ساعدة حركة هابطة ماشي حصل بعض الحركة الهابطة ان السعر تحرك فيه حركة عرضية زي ما احنا شايفين حركة عرضية بحتة فيه بسعر التحرك مبين كلمة وكعين السعر منحصر مبين الكلمة وكعين يعني عمل دعم ثابت او ده الدعم الثابت وعمل مقاومة ثابتة ده دليل على زي ما قلنا التساوي في القوة البيعية والقوة الشرائية بيفضل السعر يتحرك فيه النموذج ده ممكن انت تفضل الناس اللي بتحب تتاول في اتجاه عرضي ممكن بتستخدم النموذج ان هي تبيع من عند المقاومة وبتشتري من عند الدعم وفيه ناس هي شايفة قدامها قبلها اتجاه هابط فبتستنى كسر النموذج وبتدخل معها الاتجاه الحالي اللي هو الاتجاه العام عشان برضو يعني تبقى في السايف سايت ما تتدولش فيه النموذج نفسه او هي ما تعرفش النموذج ده يوصل هل هو فعلا نموذج مستطيل ولا هو مش نموذج يعني احنا كمتدولين النموذج دي بناتوقع ان السعر بيكون نموذج لكن من المستحيل ان احنا نعرف نفس تداول في النموذج نفسه اثناء تكوين بس باستثناء نموذج المستطيل ممكن الناس تحب تتداول في الحركة العرضية اللي هما الناس اصلا الاستراتيجية تدولهم على الحركة العرضية فيها بتستغل النموذج المستطيل في كده تبيع من هنا وبتشتري من هنا ماشي؟ الهدف في نموذج المستطيل بنقيس الفرق ما بين الكمة والكار هنا ان الفرق ما بيننا واحد وثلاثين نقطة او لما يقصر السعر هنا هندخل بيا نحط الهدف فين؟ واحد وثلاثين نقطة ممكن نحطه هنا مثلا تسعة عشرين نقطة تمانية عشرين نقطة ماشي عند واحد عشرة اتنين ماشي وبعد كده خلاص الهدف عندنا فوق الكمة الكمة العليا اتنين اتنين الكامل اتنين 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 حركة السعر في حركة عرضية ما بين كلمة في مشكلة في الصوت الصوت كده كويس طيب بس في النموذج هنا عندنا نموذج المستطيل استعر تحرك ما بين كلمة وكاين لحدا ما استعر قوة شرائية عادة تانية لتسيطر على التداولات ودفعت استعر للارتفاع وعمل لو احنا اعتبرنا لو قسنا الفرق ما بين هنا 122 نقطة ما يشف هيبقى الهدف عندنا 122 نقطة لأ ده كملها ده ووصل كمال لعمل 300 نقطة بس احنا مش هناخد منهم 122 نقطة دي تمام ده كان نموذج المستطيل في عندنا هنا نموذج برضو الاسترليني دولار برضو كان عليه مستطيل في الاتجاه الهابط زي ما احنا شايفين اتجاه واضح هابط ماشي حرك السعر في حركة عرضية الحركة العرضية قيمة مقرعين فضلت القوة البايعية والشرائية بتتخانق من اللي يسيطر او لما يوصل السعر للقمة تروح القوة البايعية دفعها ان هو يعمل قاة او لما يوصل للقاة القوة الشرائية بتجي تستحوص تاني تعمله القمة فضل الوضع هكذا لحد ما في الاخر القوة البايعية تمكنت من حشد سخم قوتها من جديد ودفعت السعر الاسفل زي ما قلنا هي في الاخر مستطيل عبارة عن حركة عرضية تصحيحية ماشي كيمة مقرعين بيجي السعر يكسرها خلاص بصينا بعيدا عن نموذج المستطيل هنا السعر بيتحرك في اتجاه عرضي ما بين كيمة مقرعين جسد السعر او لما قصر هنا القمة فقلنا القمة القاعة سوي القاعة المكسور ماشي بيدعم البيع وقاعة المكسور بيصبح كمة فيما بعد خلاص دي دي قاعدة في السلوك السعر اصلا من غير حاجة نموذج المستطيل بس في النهاية اسم ليه التداول اللي احنا متعاوزين عليه كلاسيك طيب كانت دي ان هنا بقى عندنا نموذج المسلس المتماثل زي ما احنا شايفين اتجاه هابط جي السعر اتحرك فيه حركة ضيقة كل شوية السعر عمل مقاومة اقل من المقاومة اللي قبلها وستي الصالح ممكن يكون طيب عند حضرتك مشكلة انت في الصوت لان هو دنيا تمام مع بقية الناس نكمل تمام كده يا جماعة ولا في مشكلة تمام طيب السعر صالح ممكن يكون مشكلة عند حضرتك طيب دلوقتي نكمل لحدا مسعر قصر المسلس اعاد اختبار نزل عمل كم شامعة لو انا ملحيتش هدخل من الشامعة دي بس تنى اعادة الاختبار اعادة الاختبار لا ده كمان نكون يا جماعة شامعة دوجي عند اعادة الاختبار فلو الشامعة دوجي دي كان نكونها سيحنا مكننا شايفين طبعا حاجة او لما السعر يكون الشامعة دي فده دليل قوي على ان السعر هيكمل اتجاه الهابط يبقى احنا عندنا نموذة مسلس مكسور اه مسلس متميس المكسور السعر اعاد اختباره اه كون شامعة دوجي عند اعادة الاختبار فده دليل قوي على ان السعر هيكمل البيع تجاه الهابط العام بالنديسي تارجيت ازاي الهدف ازاي ما بين كل موقع هنا 122 نقطة ونحط التارجيت 122 نقطة يعتبر ممكن نحط 115 مسلا يعتبر هنا مشي السعر فعلا وصل ليه 122 بالظبط وابتدأ ينعاكس شوية فانا لو كنت حطى 122 نقطة اه هو السعر يوصله في الاخر مشي بس لو كنت حطى 122 نقطة ما كانش هيتعمل هنا كان هيفضل السعر وبصوه يتزبزب يتزبزب لحد ما ييجي يوصل هنا طيب اه كده تمام ده كده التارجيت بتاعي وقف الخسارة بنحطه على اخر كمة مشي اه هنا وقف الخسارة على الشامعة بتاعت الدوجي دي اه واقف الخسارة مثلا بنحطه قبلها بكذا نقطة با دي ده الدخول ده الهدف ودي هنا وقف الخسارة وقف الخسارة يعني كم نقطة 52 نقطة قدام 120 نقطة تمام يعني وقف الخسارة في النموذج المثلث بنحطه اخر كمة في حالة الاتجاه الهوبط طيب هنيجي نشوف دلوقت في حالة الاتجاه الصعد او ده نموذج المثلث زي ما احنا شايفين اتجاه هوبط جاء عمل السعر اه حركة في المثلث ما بين الكمة مو القيعين ماشي او لما السعر كسر طلع السعر طيب الهدف يا جماعة بقى خلاص احنا كده حفظنا الهدف ما بين الكمة وقاع هنا 312 نقطة او لما يجي اكثر هنا نحطه 312 يعني يعتبر عند اه نحطه مثلا 300 وخمسة مثلا او 300 هنا هيك تمام 300 نقطة الوقف الخسارة نحطه فين تحت اخر كعة يبقى نموذج المثلث المتميس الوقف الخسارة في الاتجاه الهوبط بيكون في الاتجاه الهوبط بيكون اعلى اخر كمة وفي الاتجاه الصعد بيكون اسفل اخر كعة تمام والهدف خلاص احنا عرفنا طيب نكمل على اليورسترولي برضو نفس القصة ده بقى نموذج العلم بصوا نموذج العلم المثلث العلم المثلث كانت حركة قد ايه 3 شموع وربعض صعدة يبقى احنا كده قلنا ان نموذج العلم ونموذج العلم المثلث لازم قبلها تبقى حركة صعدة قوية ندخل فرقسة او ام بعد ساعة طيب احنا فيه فيه ناس بتقولك اولا ما بيكسر ادخل وفيه ناس بيقولك استنى اغلق الشمع وادخل او انتظار شمع التأكيد وادخل فعلى حسب ما انت بتفضل لا او ممكن ندخل اولا ما نكسر اولا ما يكسر وكده كده انت حاطت الهدف وحاطت توقف الخسارة طيب ما لحيتش اولا ما تكسر بالزبط لان ممكن ما تلحقش خلاص يستنى عادة اختبار والله ما عادش اختبار خلاص يبقى خلاص الصفقة دي مش بتاعدك لكن ان احنا ممكن نستنى يعني انا من الناس اللي بفضل اولا ما يكسر كمل ليه لان النماذج الاستمارية حركتها سريعة لان هي اصلا بتجي تدعم الاتجاه الحالي هي انت مش محتاج تستنى شرع التأكير لان انت ممكن تدخل اولا ما ساعد يكسر على طول تمام وكده كده انت مأمن صفقتك هدفه وقفه خسارة تمام اه نموذج بقى العالم هنلاقي ان هو هنا في الاتجاه واحد اتنين تلاتة عمل تلات شموع صعدة قوية حركة قوية اهي من هنا لهنا عمل حركة قوية وبعد كده نزل فيه حركة تصحيحية صراحة ما بين الكورب يعير الشرعية او لما الساعد يكسر شوفوا يا جماعة لو كنا استنينا شمعة اغلاق الشمعة بصوا كنا هندخل هنا هنفوت كم فرص كم نقطة علينا 166 نقطة على الاطاب اليوم طيب هل طبيعي ان احنا نفوت 166 لحد اما الشمعة تخلق لا او لما يكسر يعني ممكن تكون شمعتنا بتاعت الدخول من النقطة دي او لما الساعد يكسر ندخل طيب الهدف بنقيس الحركة الاخيرة اللي هي كانت 600 نقطة نشيوه نحط هنا 600 نقطة هنا بقى وصل لكام وصل بالزبط الـ 600 او 596 نقطة فاحنا عشان برضو نكون في احنا هنحط الـ target بتاعنا هي 6 حركة لقبل كده 600 احنا ممكن نحط الـ 590 580 طيب وقفوا الخصوة بنحطوا فين بنحطوا تحت اخر القرى اخر نموذج عندنا نموذج المثلث برضو وده بيبقى حركة هي حركة صعيدة حركة هابدة جي المثلث هنا عمل حركة حركة تصحيحية عملت لنا على شكل مثلث اولا ما استعب الكسر وشوف اهو هنا ممكن هتكون شمعة الكسر اهي دي الشمعة الصغيرة طيب الشمعة الصغيرة خليتنا نلحق الشمعة الكبيرة دي واضح انها شمعة خبر بس ما علينا هي من الناحية الفنية كان النموذج المثلث بيقول لك خلي بالك السعر هيكسر طيب احنا كده خلصنا التطبيق العملي في حد عنده سؤال او استفسار قبل ما ننهي المحاضرة حد عايزني اشرح له حاجة تاني في عنده اي حد عنده اي استفسار لا افو افو يعني اتمنى انا اكون وصلت لكم الموضوع بقساطة كل اللي احنا مطلوب مننا طبعا الكلام ده طبعا كان ضروري بس احنا ككل واحد مع نفسه ممكن نبدأ ايه نقدر نطلع النماذج المحاضرة مهمة طبعا اي شرح مهم بس لازم احنا اللي نتعود من نفسنا ان احنا نرجع بس دمان يعني ممكن نبتدي بقى ايه كل واحد على الزوج اللي بيفضله ويبتدي نشوف النماذج ده طب ماذا نجاحه السارح طبعا مؤدي نشوف الحركة الحالية تمام يعني كانت ايه هل هنقدر نستنتج من الحركة الحالية شكل كم نسبة نجاحة هي طبعا ما فيش في الآخر السوق بتاعنا ده سوق احتمالية منفعش اقول كم نسبة نجاح كذا مية في المية لأ بس النمازج الاسلامية فعلا فعلا السعر يا جماعة السوق يحترم النمازج بشكل عام انا من انصار الناس اللي بحب التحليل خلاسيكي بحب السلوك السعري لان انا شايفة ان في الآخر كل ده بيتترجم على عركة السعر النفسية بتترجم فالنمازج من الادوات اللي فعلا السعر بيحترمها فدي مهمة جدا لازم نكون مخاليين بالنقوف نفس الوقت هي بتتساعدنا ان احنا عندنا نقطة دخول النمازج بساعدنا ان احنا نعمل نقطة دخول وقف خسارة توجت من غير ما نكون تعبنين او نعمل حاجة غلط انا عافة انا احط التوجت كم نقطة انا عايفة احط الوقف خسارة كم نقطة انا عايفة نقطة الدخول اصلا انا هتدخل من انتا شكرا يا وصدر احمد انا اتمنى ان انا اقدرت افتكوا النهار ده يعني ما هو افضل مؤشر للتنبؤ بحركة النموذج المستقبلية اه لا هو ما فيش مؤشر يعني انا مش انصر ان انا اقولك لا فيه مؤشر بيدعم حركة النموذج المستقبلي بس هو زي ما قلنا انت لو عاودت حضرتك انك تبص على الشورت واتطلع النماذج اه لا كده تمام انت هتتعود انت عينيك هتلقطها زي ما احنا شوفنا فيه نموذج عندنا لايف انا شايفة وانا ببص فيه نموذج عندي هتكون مفيش مؤشر هيقولك ده فيه نموذج انت عينيك لتقدر تحدث اذا كان فيه نموذج ولا لا وزي ما قلنا يا جماعة ما نتتداولش على النماذج نستنى النماذج ايه هميتها يعني احنا بنكتشفها في وقت مبكر علشان ندخل بمجرد الكس نحط بقى امر شورة معلق امر بقى معلق نرائب الشورت اول ما يكسر وندخل ده اهم حاجة العفو يا سيدة بحيم النماذج مش محتاجة ادوات تانية معيها فيه ناس مش بتتسابق ادوات تانية معيها لأيه بتعتمد على النماذج بس مش بتدمجها كمان مع مؤشرات بس سواء كده او كده احنا كل المفلوم مننا في الوقت ده ان احنا نعود عينينا على النماذج دي اهم حاجة نعود عينينا على النماذج علشان خاطر نقدر بعدك كده لو عايزين حتى ندمجها مع مؤشر عشان يأكد الكسف فاوكي تمام هو لو صعد وهو تحت النموذج يعني هو فيه سؤال لو صعد سقاب لو كسر لأعلى وهو مازال تحت المتوسط المتحبك اللي انا حطاه طيب هو لو صعد وقابله اتجاه هابط هل ينفعنا ده اقول ان ده مسلس لا ليه لان خلاص المسلس احنا عرفينه نموذج استمره حركة هابطة بعد كده حركة صعدة يبقى مش ده نموذج يبقى ممكن نقول عليه حاجات تانية غير ان هو نموذج فما اقضرش ولا تداول عليه ولا اقضر يحط وقفه الخصوة ولا الهتف زي ما كنا بنحطه اقول بدل الشبا بيها لا لازم اشتري لو كان قابله اتجاه الشبا صعد ابيه لو كان قابله اتجاه هابط اتمنى نكون المعلومة وصلت لحضرتك يا استاذ احمد استاذ محمد عفو استاذ محمد العفو طبعا الحلقة مسجلة هتنزل على الموقع ان شاء الله وهتنزل على صفحتنا على اليوتيوب ان شاء الله كنا بتاعتنا على اليوتيوب طيب في اسئلة تانية كده احنا وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة اتكلمنا فيها بشكل سريع عن الانماط السعرية الاستمارية زي نموذج المثلث المتماثل المثلث الصاعد المثلث الهابط المستثيل العلم واخيرا نموذج العلم المثلث شفنا امثلها بشكل عملي قدامنا على الشورت وتعلمنا ازاي نقدر ونطلع النماذج دي في النهاية بشكركم على حص استماعكم وان شاء الله اشوفكم في محاضرات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا